بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عسلامتكم الناس وكل ومرحبا بيكم في قناتكم زكية شاء الله تكونوا بخير يا رب صحة جيدة ورب يرفع عنا الوباء والبلاء ورب يا ربي يشفي جميع المرضى ورب يبقى علينا ستر الناس الكل لاني أول حاجة أني قمت أصباح حضرت فطوري وهذا اللي تشوفوا فيه تاوهذا معجون لبرتقال عملته معاكم في فيديو سابق وعندي اليوها ذاك هنبشي نشاركو معاكم إن شاء الله هاليوم عملت عملته البارحة حبيت نشاركو معاكم في الطريقة كيفاش نعملو خاصة الموبتدئات وعندي شوية دقلة وأني ديما مشجع ديما على الحاجة الدياري ديما بدأ بي الفطوري يبدأ الدياري أكثر حاجة خطر أنفع بطبيعة أخير وأنظف أول حاجة اللي عملتها بعد ما تكملت فطرت والحمد لله اللي هنا فوحت الإسكالوب خطر أنبعد في العشاء بيش نعمل إسكالوب الكرام بفراش وبيش نعمل معاها شوية سلاطة وبطبيعة معاها شوية غلة والحمد لله اللهم أدمها نعمة واحفظها من زوال كان نبرمجين تعملو حاجة في العشاء مثلا بيش تفوق خوته والحاجة ديما فوقوه من نوه للنهار وفي الليل هلا طيبوه بيش كلفحات وكل تدخل فيه ويجيب نين على الأخ اللي هنا يعني هاوسكالوب مفوح مريكا اللي محطوط في البوات هذية نغطيه ونفطه في الفرجيدير لان في الليل من بعد بيش إن شاء الله نطيبه اللي هنا بعد ما كملت تاوه بش هني حذرت فطور نص نهار تاوه بلاسك تاوه نص نهار وربع ولا وربع هكاكا هني حذرت فطور نص نهار عم بشيجو يفطره هني عملت شوي صوس توماتو عملت زكعبات عظم مجليين وعملت معا شوية فريتو شوية بروكلو والحمد لله هذا هو فطورنا بتاع اليوم بعد ما كملت وبيش نشارك معاكم اللي ايوه هذي يصدقوني جاي بنين بنين على الاخر وكيما تشوفوا الصورة تحكي وحدها اشوفوا كل لون محلاه يعني اللي هنا زي أنتو بالجلجلان والله سمسم مش يفهموني الناس كل السمسم ونواد كوكو المتوفر بالطبيعة في الدع زي أنت فيه أما ما شاء الله بصراحة روعة 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 وبنين على الاخر ومنفج وناجح ألف المياء خاصة لمبتدئات تنجموا تستغلوا الوقت وتجربوه رو ما فيش حاجة صعيبة وما فيما حتى حاجة في الدنيا صعيبة أول حاجة اللي هنا بيش نبدأ باهم معاكم بيش نعمل الشهور الشهور رهو سهل برشا 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 ما يقولك ما ينجحش معانا يسكر ولا حاجة ولا يعقدنا أكثر من لازم ولا حاجة يجي معسل وكل لا تبعوا طريقة يجيكم ناجح أول حاجة دي ما فضها قاعدة بيش تعملوا زوس كيلات سكر عليهم كيلة ماء بيش شالله تتوزنش بمنعاش باستل لين أعمل استل ماء وزوس طوله سكر دي ما السكر أكثر من ماء الضعف معناه أنا عملت هنا كاس ماء عليه زوس كيسان سكر كيلت بنفس الكاس أنا بيش نعمل كنتي صغيرة حطر مش مش نعمل برشا شوية بركة هالا اللي هنا تخلوه يذوب كلهم بعد زيدو عليه عصره قارف كيما قاعدين تشوفوه هنا هاكا شوفوه هنا ذاب السكر وهبدي يطلع فيك الفقاعات تاو كانت تحبو تنكهوه بماء ترشية ولا بماء ورد ولا بماء زهر تحطوه مغرفة صغيرة مع عبية وتصبوها فيه خليها دقيقة وبعطفوه عليه قاس وهذا كهو الشهور بتاعكم محضرة بالنسبة لي ايو اني كيفش حالات الفرجدير والله يلقيت كاي مضوز كعبات بيضة كهو والليت قلت لاني مدى بقررت وسيء لازم لي نعمل اني عملت كل شي عيني ميزاني خطر مسان سنعمل فيه كل امن باش نعطيكم قاعدة تستعمل معناها تستعملوها باش يجيكم اليوم ناجح وكيف ما تشوفو فيه في التصوير اكي ما جاني يعني بالضبط اول حاجة مثلا جيبوا كاس مثلا مش حطوا فيه ثلاثة كعبات اعظم ولا اربع كعبات تصبوا الاربع كعبات متاعكم الاعظم هذكا في الكاس وكانت عبى الكاس بالاعظم وانا جاكم للنص تقعدوا تكيل وان جاكم العظم نجمراها بلاست العظم وان تحددوا بلاست وان تعبى الكاس حددوها وكايلوا به نفس العيار هذاكا كايلوا به السكر وكايلوا به الزيت وكايلوا به الحليب مثلا نص يازم تعملوا النص حليب وان نص هكاكا وكان جاكم عب الكاس عبوه كيما جاكم العظم بالضبط. وتحطوا المرلولة السكر وتحطوا عليه العظم وتحركوه مليح بالفوية اليداوية وبعض تصبوا الزيت بشوية بشوية ولا حليب بشوية وتخليهو تذوبوه وتقعدو تذوبو فيه لان يذوبو لكم السكر كيف يذوب السكر تزيدو عليه تزيدو في الفارينة بشوية بشوية انا اللي هنا حكاية 500 نمكن يأكل لكم 500 450 500 جرام هكاكا اكثر شوية خاطر رهي الفارينة تفرق فما فارينة تشرب وفما فارينة لا اما هكا انتم لمو لما هكا تزيدو الفارينة بشوية بشوية تزيدو الفارينة بطبيعة ديما مغرب لكيما قاعدين تشوفو وتحطوا معاها باكو خميرة جاتو نجمو تحطوا باكو سكر فانيليا انا عملت سكر 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 فانيليا بلقوه متاع الزهر تنجمو تحطو وتنجمو متحطوش راها وسر اللي بش يجيكم اليوم بتاعكم فما يجي لونه اصفر هي كان مصفر شوي هذكا نقصو له في شوي سكر تحبو تنقصو يجيكم لونه زي مصفر اراهو كيف يجيكم غامق اراكم حطيتو السكر بزيت ما تحطوش سكر بزيت بيجيكم مش لونه احمر برشا غامق يبدأ يجي لونه مزيان نقصو شي في السكر زادة تحبو يجيكم مصفر شوي متحطوش سكر غني وبالنسبة لعجينة اليو يو راهي ما تعجنوهاش برشا كان عجنتوها وكل راه يجيكم يابس حجرة اضرب به الكافر يستطلت يعني قلتلكم معناها لازم تعملوه معناها تلم ولمات شوفوا انا كيفاش لهنية يعني اللم فيه بالمغرفة ما زلت الكل ونبدأ نزيد بفارينة بشوية بشوية واللم نزيد بشوية بشوية اللم لان تحصل على العجينة اطرية ومتماسكة وما تطلصقش وتكون سوبل عالخة وبالطبيعة ديما نوصيكم متعجنوش لم ولمات خلي هاكا السواء اللي كل تدخل في الفارينة بالجدي بالجدي وطعطينا عجينة مزيانة كيما قاعدين تشوفوا فيه اني اللي هنا كيفاش نعمل لم ولمات وما فماش ما اسهل منها راه عجينة اليو وما فماش ما اسهل منها ساهلة ما ديما الحاجات اللي مثلا سبلية وإلا اليو يو وإلا برشا حلويات أخرى ما تطلبش عجنام ساهلة مهلة وإلا بشتعملو تارت ولا حاجة لكم كل ما تاجنوهمش بش يجوكم طريين وجو وتحصلوا على نتيجة مرضية ومنتيجة ممتازة واني كلامي مخصص الاكثرية قلية يعرفوا بطبيعة يعرفوا او اكثرية للمبتدئات وليحبوا يتعلموا مثلا يطيب ولا يتعلموا يعملوا خلو ولا حاجة او شوفوا الهنية يعني الهنية جيتها مازل دا تلصق شوية يعني بش نزيدها شوية فارينة شوفوا عكا لميتها لكل تخلفها وكي جيتها مازل دا استحقها بش نزيدها شوية فارينة ونكمل اللملمان يعني حبت نوريكم كل شي بالدتاعي هنا ما قرصيتش حتى شي من الفيديو باش تشوفوني كيفاش اعملت وبالنسبة اللي ميحبوشي مثلا ميحبوشي اللي يعملو الييوب بشعور نجمو تعملوش ارات نجمو تعملوه ما غير شعور الييوب وتاكلوها كاك كل حد شي يحب فما عباد خطا ما تحبش الفلوياس فما عباد عنده السكر فما يقول تحبو تعملوه بالشعور وهاكا لكم حرية الاختيار شوفوا اللي هنا يعني جاعد اللملمان ما نعجنش بعد ما نكمل اللم لعجينة متاعي ونتحصل عليها كي ما نحباني تبدأ سوبل وطرية وما تلصجش وكل هاو اللي هنا يشوفوا العجينة كيفاش شوفوها هاول يساها مططية وسوبل شوفوا محلاها كيفاش ولت هذي كامراني ما جنتش كي ما قاعدين تشوفوا كيفاش شوفوا العجينة كيفاش دول هنين نغطي العجينة بتاعي ونخلاها نخلاها اه بحكاية نص ساعة ساعة اربع ساعة اه خلاها لنتخضر خاطر اه كيفي نغطيها بمنذيلة ولا بطي سلوفان ولا حاجة ونخلاها في اه تخضر ونبعد نرجع العجينة متاعي اللي هنا يعني بعد ما خمرت العجينة متاعي يعني بس حطت نجمة تحطو شوية فارينة ولا تدهنوا للخامة بالزيت وقد تحلوا العجينة متاعكم اللي هنا تحلوها اما متحلوهاش بلاع على الاخر معناها متعملش جويدة معناها خليها كيش حتى واحد سنطيمات وكل الاني اللي هنا يعني بعد محليتها شوي باش نكسمها في اثنين العجينة ونحل بالبرتي بالبرتي هكا اسهل اخير خاني نحلي هني العجينة بتاعي شوفوه النيفو معناها السمك متاعها كيفيش يتحلوها خطر هي مبعد راكي باش طيبوها معناها باش تقلوها في الزيت باش يزيد اليوم باش يزيد تنفخ باش ركال الخميرة تعطي مفعولها ونزيد يتنفخ منا معكم هني كنا عندكم الطابع متاع لي ايو هكا عندكم كما هذي اللي نستعمل في هنيتا و مش غالي را نبيع في من عاش بالفين ولا بقداش هاني زوست وابا مع بعضهم يجو تعملو به هو عاكا كاني منه يشكل لكم الكعبة منه وما ما بتون زادة ينقوبها كان ما عندكم سهل مهد جيبوا كاس اللي تحبوا عليه الكبرى اللي تحبوا عليه وتطبعوا بالكاس ومبعد جيبوا حتى غطاء متع داب بوزة ولا حاجة وتعملوا فيها ثقب في الوسط هكا هي ما فيها حتى شيء واليايوز ظهر للناس كل تعرفوا ميه يعني نحكي مع المبتدئات بيش يفهموا حتى لتحب تتعلمها كتف شوفوا الهنيها تطبعوا كعباتكم الكل كملوا لعجينة كلها بنفس الطريقة وبعد تتعدوا طبعما تكملوا كعبات الكل تحضروهم تحطوا القلايا بتاعكم على الجاز وتصبوا فيها الزيت وتبدوا تقلوها كعبات اللي ايو يو بتاعكم ومن الأول سخنوا الزيت ومن بعد كيفش تحطوا قبل ما تحطوا اليايو يبدوا سخونوا الزيت تتنققوا كيف قبل ما تحطوا كعبات اليايو نقصوا فيه شوية بيش كعبات اليايو تطيب حقها معناها بيش ما تطيبش من بره فيسع فيسع وتقعد من داخل نية يلزم تطيف عقلها بيش تطيب لكم من بره ومن داخل معناها ما يبداش الجزء قوي يبداش الزيت يبشمطها كمن بره فيسع فيسع وتقعد لكم نية من داخل وردوا بالكم. هاني هني براس جريب نكمل الكعبات اليو متاعنا هني اضبعتهم الكل. آآ سيء. وتوا هني هني حطيت را للجلانة بتاعي على الجاصة بتفهز زيت. وهني توا مش نبدأ هني حضرت كل شي توا هني مش نبدأ نحط في كعبات اليو. آآ اللي هني بالنسبة للي هني بنت نحط في الكعبات. آآ وحطيت الطرف هذي كمالي قلت لكم في فيديو سابق حتى ما تفرش في الفيديو السابق ولا حاجة. وليسأل علاش حطيتك القشرة بتاع البيض العظم. آآ وراهي مضيفة ومقصولة معناه ميش آآ هذيك بش ما نعمل نشوفك الكشكوشة اللي تعملها اللي يعملها اليو. هاكا ينقص ملكا شكوشة برشة راهو القشرة بتاع البيض. ينقص ينقص مهوني ملكا شكوشة آآ برشة. وما يعني طلع لكم مش هكا الكشكوشة تبدأ برشة برشة كثيفة معناه. يخلي كيمتاد شوفوا الهن هني هاوك. شوفوا ديو حتى تطلع الكشكوشة مين متوليش برش. ها من هني كعبات اليوم بتاعنا قاعدين يطيبوا فاعقالها بشوفوا محلاه لونهم. ما شاء الله بلقدي بلقدي. هني تقول بش ناحيهم لكل الكعبات بل براسك هني كملت. هني عملتم بشوية نواة كوكوشة اللي جلال. حاطيتهم في هذي فسحن هذاك. والباقية وعملت هذي حصلت على الكمية هذية وبوقت اخرى فيها حكاية عرش عشرة كعبات ولا خمستاشين كعبة هذوكم مش نحطنهم مش نعدوا بيوم السهرية وهذو ما هما هما حصلت بصراحة قلت تيباه يما. شوفوا هذي كعبات انا حبيتهم نعملهم كصغار تنجموا تعملهم اكبر. كل واحد كيفش يحب مياني نحبهم بالشكل هذي. اه يجوني احلى وخير وبرزنتابل احسن. اه هذا هو الفيديو متاع متاعنا بتاع اليوم. شاء الله يكون نعجبكم ونريضاكم. فابقالي كان نقول لكم ربي يحميكم هي ويه يوزقكم. وستودعتكم الله الذي لا تضيعه ودائع بسنا من نسو كله. بربي نسيت ما قلت لكمش معلال اليوم في الخالق تمبعد حطوا شوية ايبة مية ورد ولا مية عطرشية وإلا ابشور بروتقال وإلا قارس. باش تتحول حتى العظم راح تربيض هذيك تتنحها لكم.